ترجمة نانسي قنقر طالب لازم يدرسه عشان ينفع نفسه يتخرج يستقبله يعني النهاية هو باستنفعه ونحن باستنفع معه التعليم هو حق أساسي لكل فرد يبتقي بالإنسان التعليم هو أساسي الحياة نفسي أتقل له من أرفي أقرام يكتبه ما يكون أميين زي أمان وأبو هورج أزال الألنجاة لما أشوفها ما أرفي أقرام الأختي التعليم في الوضع هذا متردي كثير المدرسين مش موجودين نازحين أسباب كثيرة قدت إلى هذا دهور التعليم في اليمن كان من أول الطالب مجتهد وكان تمام يعني كان فيه تدريس الآن كل مخارجة لما عقيت الحرب توقفنا عن الدراسة يمكن حوالي ثلاث سنين أو أربع سنين بدون تدريس بدون أي حاجة ولما هدا الحرب لقعوا يعني ثلاثة مدرسين أربعة مدرسين بدأوا بالتدريس ومشي الحال إلى الوضع هذا في مدرس تحدمت في ثانويات وقصفات كل هذا بسبب الحرب حتى الآن نزاعة للسوت حتيت على مدارس نفسي بدأوا بالمدارس تخربت بدأوا بالمدارس مهبت بدأوا بالمدارس دخلوا في النازحين في أثناء النزاعات تخرج أنت من بيتك وأنت آمن وأستوى اشتباكات هنا الطالب يحس بالنزاعات أو يخاف على نفسه لما أخرج من البيت أكون خايف لو بقضائر تخرج يقول لك هنا في رصاصين في رصاص طالب يرضى يضطر أنه يروح ما يخاطر بنفسه لكن لما يكون فيه أمان طالب ضروري أنه بيروح بيروح يتعلم أبي ما يخليناش نروح نفسي لمدرسة إلا مع زملاء حيئة وابن عميل لأنه هذه الأيام انفجارات واغتيالات فيه مدرسين يتعوروا هم رايحين مدارس أنا أذكر واحد مدرس هو رايح يدود دفاتر الكتب صوت الشباكات هو ما له الدخل الطالب يرقله إيه جنبه الطالب أصبح مشتت من ناحية الحروب هذه والرصاص يعني تخرج من بيتك يسمع كل واحد يضرب أشوائي ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر أولئك تعليمي كان تمام كان يفاهيمك واللسه تمام أماذا حين يطوروا بفاصل أمين لك بصبورة تكتيك وخارك بدون ما يشرح لك بدون ما يعمل لك أي شيء أنا عن نفسي مدرس فترة ظهيرة ومدرس الوقت صباح أتقل عمل ثاني ليش أنا مرتاح طبعاً أنا وصل لمدرسة وأنا قدناه منهك والأسعار الآن مرتفعة والمدرسة أصبح الآن يهم أولاده وبيته أكثر ما يهم الطلبة حقه ميروح مدرسة وباله مشغول بكيف يوفر اللقمة لكذا كنت أنا مستقر براتبي مرتاح بمعيشتي بقى أرتاح الظهيرة الصباح وبقى أروح أدرس وأنا بكامل طارقين الكتب معبش كنت أروح أقول لهم جيبوا لهم كتب ولا يجيبوا لهم شيء يستلفوا من البنات ومن الجيران ولا أختهم تكون حافظة لأنها درست والداكر لهم من الذي درسته الكتب وكل الفصل من الكتب ونقبل حاق وعدوا ثلاث ولا صيح ولا ما يجبوا لهم شيء ترجمة نانسي قنقر الأبناء يطالبوا مننا أننا نستري لهم الكتب المدرسية وهي موجودة بالسوق أنت تستغرب أن الكتب الدراسية موجودة بالسوق أكثر مما هي موجودة بالمدرسة بس ما تقدر تستريها لذلك لسبب أنه ما فيش يعني رواتب تأخير رواتب ومصاري في بيت والطالب عنده أربع ضجر مادة بحسب معي يعني كم تكلفة أنا ما نلاقيش كتب أبدا نروح نستري من برع كل شيء من برع كلهم فلوسها بي عشان كده ما يقدر يتحمل كده المسؤولية الكبيرة جدا أنا فكرت من بعض الأحيان أننا أننا أروح من المدرسة وروح أشتغل عشان أبي صرف على العائلة وأساعده أستغل معادي كده قليل قليل أبودي وديهم كده خمسمائة هذيك خمسمائة تخيري 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 أفضل عيش بالحديدة لأنه في أصدقاء وفي أصدقاء بس ما بالشغل له به هذه المشكلة ما بالشغل له به كالحرب وخلى كثير الناس العيال يجزعوا المعسكرات يخرجوا من المدارس ما فيش مدرسين كما كان زمان ما فيش يعني اهتمام بالطلاب يعمل لك ساعة ساعتين ويجزع ودرس درس اللي اشتي دخل يطرس الدخال واللي ما يشتيش مخر يجو يقول لي روح جاهد يجو ده أدافع على شعبها مش صح ان انا فلت التعليم العلم هو أكبر جهات يجو يقف معنيها بالنسبة للطالب مقصرة بشكل أساسي يعطيك مثال بمقيد طالب معاه حطار جهات أمنية إنه كان في جهات كذا عني هذا طالب طالب هل هو معاوه الطاقة شخصية أو معاوه السن القاوني إنه يتعسكر بمي وقت الامتحانات أو وقت الدراسة معي تفريغنا عسكري في جهة كذا كيف عسكري وبنفس الوقت طالب الطابوري عبش الوطن الثورة كلها شعارات تخدم مصالحة ما نستخدم بالتعليم والدراسة الحروب هذه والنزاعات هي سبب هذه المشاكل كلها لو قفت النزاعات هذه التعليم بيرتقي إلى الأفضل يعني الطالب بيروح إلى مدرسته المدرس بيروح إلى المدرسة التعليم بيستمر إن شاء الله لو كان التعليم حوله وكانوا الناس متعلمين فقط هم ما يتعاربوا أبدا لو كان التعليم تمام كل شيء تمام اشتركوا في القناة شكرا